أعلن قائم مقام قضاء الخالدية في محافظة الأنبار علي داود عن معالجة 13 نازحاً مصابين بأمراض جلدية في مخيمات القضاء داود وفي تصريح صحفي له قال إن الجمعية الطبية العراقية الموحدة علجت الإصابات في مخيم الفلوج الخامس ومخيم الصمود بالمدينة السياحية بعد تسجيل عشرات حالات الإصابة بتلك الأمراض في تلك المخيمات